وصلنا لنهاية السيكشن بتاعنا خلال الفيديوات اللي فاتت اتكلمنا عن الكمبيوتر ارجانيزيشن واتكلمنا عن الاجزاء بتاعت الكمبيوتر وشفنا كل جزء شغال ازاي وبيعمل ايه والاجزاء دي اتنتوصلها مع بعضها ازاي وعملنا محكاة للموضوع ده على برنامج بروتوس وبنينا في الاخر كمبيوتر اقدر ان انا اكتب عليه اوامر معينة احنا محددينها واكتب عليه اي برنامج باستخدام الاوامر ديت وهو يبدأ ينفز الاوامر دي في الفيديو ده عايزين نشوف او نتكلم عن شوية نقط كده متفرقة ما لهاش علاقة ببعض هي برضو لايه علاقة بكل جزء من اجزاء الكمبيوتر ولكن نشوف ايه اللي بيحصل في الحياة الحقيقية شوية يعني نقرب شوية من الواقع اول حاجة نتكلم عنه وهي الميموري الميموري قلنا ان ديت ذاكرة انا بستخدمها عشان اخزن فيها الاوامر واخزن فيها البيانات بتاعتي طيب الموضوع في الميموري ان اه انا بيبقى عندي ميموري واحدة والسي بيو بيتعامل معها الميموري والسي بيو فيه فرق كبير في السرعة بينهم فلما باجي اجيب بيانات من الميموري يعني السي بيو يروح يجيب بيانات من الميموري بياخد وقت طيب هنفترض ان انا عندي مجموعة اوامر بتتقرر مجموعة مرات ورا بعضها فكده البروسيسور كل مرة هيروح يجيب الامر الاولان من الميموري بعدين يجيب الامر التاني بعدين التالب بعدين الرابع بعدين يرجع يجيب الاولاني ويلف اللفة ديت مجموعة من المرات الموضوع ده بياخد وقت ان انا كل مرة بروح اجيب امر من الميموري بياخد معايا وقت طيب هل ممكن اصرع الاداء بتاع البروسيسور شوية في الموضوع ده من هنا ظهرت فكرة الكاش الكاش بكل بساطة هو ان انا باخد جزء من الميموري وبحطه في الميموري تانية اسمها الكاش ميموري الكاش ميموري دي بتبقى موجودة جوا البروسيسور نفسه وبتبقى سريعة جدا سرعتها قريبة جدا جدا من سرعة البروسيسور فانا لو عندي مثلا مجموعة اوامر بتتقرر مجموعة مرات فانا هجيب مجموعة الاوامر دي بتحطها عندي في الكاش وابدى بقى اشتغل من الكاش انا مليش دعوة بالميموري نهائي فلما اجي بقى اتنقل من السي بيو للكاش دي حاجة جنبه كده يعني على ايده كده هيمدي ايده ويجيبه مش هتطر ان هو يروح مكان تاني لان الميموري بتبقى موجودة على حتة تانية في البروسيسور في حتة والميموري في حتة على البروسيسور ببقى الكمبيوتر او الماظر بورد لكن الكاش بتبقى موجودة جوا البروسيسور نفسه فهي قريبة منه ويقدر يتعامل معها بسرعة فدي اول حاجة لها فكرة الكاش الكاش بيبقى حجمه صغير لان بيبقى غالي اه السرعاته بتبقى كبيرة عشان هو استاتيك رام مش ديناميك رام فعشان اصنع استاتيك رام مكلفة فعشان كده الكاش سعره غالي فتلاقي ان في البروسيسور قولك ده الكاش بيبقى بالميجا اربعة ميجا ستتاشر ميجا فالكاش بالميجا لكن الميموري بتبقى بالجيجا ستتاشر جيجا تنين وتلاتين جيجا مقتصر اربعة وستين اه فهنا بقى الفكرة انا حتة الموازنة بين السعر والطلب بتاع العميد في بقى خطوات ونظريات في حيطة ان انا صمم الكاش بحيس ان انا احقق اعلى اداء ممكن احنا ملناش دعوة بالكلام ده النقطة اللي بعد كده لو انا عايز ازود حجم الميموري ازودها ازاي عندي حاجتين او حلين ممكن ان انا استخدم ميموري اكبر ان انا اجيب اه يعني ابيع الميموري اللي معايا واجيب ميموري اه شباية واحدة حجمها اكبر من اللي معايا او ان انا بستخدم اكتر من اه تشيب واربطهم مع بعض زي مسلا الفكرة عندك في الجهاز كمبيوتر مسلا ما تيجي عايز تزود الرامات بتاعتك انت بتعمل ايه يا اما انت بتعمل بتشيل الرامات القديمة وانت عندك مسلا رامة اربعة وانا عايز اخليه تمانية فممكن اشيل الرامة الاربعة واجيب رامة تمانية او اجيب رامة اربعة واركب الاتنين مع بعض هنا نفس الفكرة بس انا هنا اخلي بالك انا بتكلم في حيطة التصنيع وحيطة التصميم بتاعت الرامات مش ان انا كواحد بعمل اوبجريد للجهاز بتاعي لا انا هنا بتكلم في حيطة التصنيع انا ممكن ابدأ اصنع ميموري حجمها كبير زي مسلا انا صنعت ميموري 16 في 16 اللي احنا عملناها في الكمبيوتر بتاعنا 16 وارد وكل وارد 16 بيت فانا ممكن ان انا ابدأ اصمم ميموري من الصفر تبقى كبيرة مثلا انا عايزة اتنين وتلاتين وارد او ان انا استخدم اتنين ميموري 16 احطهم في تشيب واحدة وديها للعميل او وديها للمستخدم بقى اللي واي هيستخدم الكمبيوتر فهنا انا بكلم في حيطة التصنيع ممكن اعمل ده وممكن اعمل ده طبعا الاسهل لي ان انا اجيب اكتر من التشيب واحطهم مع بعض لان ده بيبقى اسهل في عملية الديكودينج والديكودر اللي انا بحتاجه قسمت الديكودر بتاعي يعني مثلا لو انا عمدي تشيبين فكل تشيب ديكودر الخاص بيها بعمل ديكودر تاني صغير بيختار واحدة من الاتنين وبس كده ما بضطرش بقى ان انا اعمل الديكودر اللي هو ياخد خمسة ويطلع لي اتنين وتلاتين بت طيب النقطة اللي بعد كده بالنسبة للانستركشنز الانستركشنز عندنا احنا الانستركشنز اللي احنا عملناها في الكمبيوتر بتاعنا كان عندي اوب كود واتنين ابراند كماكسيموم يعني الاب كود كانت ثابت اربع بت وانا شغال في الاربع بت دول والاتنين ابراند التانيين يا اما يبقى ميمور ادريس او يبقى اا قيمة او رقم لو انا شغال في الزير ابراند انستركشن فالالتاني التانيين دول انا بتجعلهم زي الاد مسلا كنت بتجاهل ال اكس والواي لو شغال في وان ابراند انستركشن فانا بستخدم ال اكس بس وبتجاهل الواي الموضوع في الحقيقة بيبقى معقد اكتر من كده وفيه اوبشنز كتير عندنا حاجة اسمها فاريابول لينس اوب كود معناها ان الاوب كود مش هياخد بس عدد محدد من البيتز لأ انا مسلا اا قد تعامل ان الاوب كود اربع بت طيب سواء بقى هو وان ابراند تو ابراند زور ابراند فاي انستركشن منهم هو الاوب كود بتاعه اربع بت طيب تعالوا كده نشوف الزور ابراند الزور ابراند انا كنت بتجاهل ال اكس والواي فهيقول لك طب انا لقى تجاهلهم ما انا ممكن استخدم ان الستاشر بتو كلهم يكونوا اوب كود فكده بيزود معايا في عدد الانستركشنز المحتملة معايا فقول لك تمام عديد انت كده زودت عدد الانستركشنز المحتملة طيب لو انا مسلا شغال وان ابراند فانا هشتغل ان مسلا الانستركشنز هنقسمه نصين نص يبقى اوب كود ونص يبقى الابراند الوحيد اللي عندي بدلا ما يبقى فيه نص الانستركشنز ضايع انا ما باستخدموش في حاجة فالكلام ده بيزود معايا في عدد الانستركشنز المحتملة واللي انا هقدر احطها جوه البروسيسور بتاعي فدي اول حاجة في الانستركشنز ممكن يبقى الاب كود بتاعي مش سابت لو هو سابت بنو علي النقوة التانية هو الانستركشن الانستركشن نفسه ممكن حجمه يتغير بمعنى انا عامل ستاشر بت ممكن ان الانستركشنز بتاعي مجموعة انستركشنز تكون ستاشر ومجموعة تانية تكون اتمين وتلاتين بت عادي ممكن واحد وارد والتانية اتنين وارد مفيش مشكلة فالانستركشن بتاعي ممكن يكون طبعا الحاجات دي كلها بتيجي على تعقيد للهاردوير النقطة اللي بعد كده عندنا حاجة اسمها ريسك ريديوزد ست انستركشن ست او ريديوزد انستركشن ست في هنا كلمة ست زيادة هي ريديوز انستركشن ست كمبيوتر اللي هي الرسك ايه بها حكايت الرسك دي الرسك ده الكمبيوتر اللي احنا عملناه ان الانستركشن بتاعي بيكون بسيط بيعمل وظيفة واحدة بس وفي نوع تاني من الانستركشن اسمه الانستركشن ست كمبيوتر السيسك السيسك ان الانستركشن بتاعي ممكن يعمل اكتر من حاجة بمعنى ناخد على سبيل المثال اللي هو الاد انا في الاد انا قدت بقول له ااد وخلاص ده كانزير اوبرا الانستركشن بيجي مع الايه والبي بيحطاه في السي طيب لو انا عايز بقى اخزن القيمة دي هعمل ايه باضطر ان انا استخدم امر اللي ستور فكده انا شغال ريسك او شغال ريسك اركتيكشور او ريسك كمبيوتر يعني الانستركشن بتاعي بيعمل حاجة واحدة بس لو انا شغال بقى سيسك انا ممكن ادي لك امر ااد بيجمع وبيحفظ في الميموري بامر واحد بس طبعا ده بيجي برضو على تعقيد للهاردوير وزيادة السايكلز الانستركشن يحتاجها يعني مثلا في الاد انا قدت محتاج سايكل واحدة بس لكن هنا في لو انا هعمل ان الاد بيعمل ستور برضو فانا هحتاج اتنين سايكل فالموضوع معايا بيبقى على حسب يعني الاتنين بيحاولوا ان هم يصرعوا الاداء بتاع البروستيسر فانا ممكن ادي مثلا على سبيل المثال الاد والستور الاد بياخد واحد سايكل والستور بياخد اتنين سايكل لو انا جمعتهم مع بعض انا ممكن اعمل الاتنين مع بعض في اتنين سايكل بس فانا كده اعتبر وفرت سايكل ويزبقى على كده مع الاوامر الباقية ان انا ممكن اجمعها مع بعض ووفر في عدد السايكلز بتاعتي وطبعا ده برضو بيوفر معايا او بيريح المبرمج شوية ان انا بدلا ما اكتب امر اد وبعد كده اكتب امر ستور لا انا اكتب امر اد وخلاص وانا هو عارف ان هو هيعمل الاتنين مع بعض فكده ابقى وفرت عدد الاوامر اللي انا بكتبها فوفرت في المساحة اللي انا محتاجها للبرنامج بتاعي طيب لو انا بقى عايز ازود انستراكشنز تانية هعمل ايه عندنا طريقتين اول طريقة ان انا ازود في الهاردوير بتاعي ارجع من اول ازود الانستراكشنز في الهاردوير واعمل التصميم والكلام ده كله او تاني طريقة ان انا بديها للبرو جرامر بقول له انت بقى لو عايز اوامر زيادة هي دي الاوامر اللي معايا انا مش هعدل حدا في الهاردوير لو انت عايز بقى اوامر زيادة اعملها مع نفسك وهنا بقى في نقطة واجب التنويه عنها البرو جرامر بتاعي مش شرط ان هو يكون واحد هيكتب برنامج للكمبيوتر لا بص يا سيد احنا عارفين ان احنا دلوقتي يشغلين في الهاي ليفل لانجوج الهاي ليفل لانجوج بيتتحول في النهاية بطريقة ما الى الماشين كوت في بقى فيه كومبيلر في النص هنا ممكن اللي بيعمل الكمبيلر نفسه يزوجلي في الاوامر او يديني اوامر زيادة هو بيحطها يعني هو اكيد انه بيعمل لغة جديدة فهو بيعمل الاوامر الخاصة به هو بقى بمزاجه عايز يدي اوامر زيادة البرو جرامر اللي هيستخدم اللغة بتاعته ويوفر عليه وهو بقى ياخد الاوامر دي تيحولها للماشين لانجوج بالاوامر اللي انا عاملها او اللي انا اه مدهاله فديت حاجة براحته فالبرو جرامر هنا مش شرط ان هو يكون اللي هو بيكتب برنامج الشرطة على الكمبيوتر ممكن يكون اللي بيعمل الكمبيلر بتاع لغة برمجة معينة فهو بيحاول يوفر اوامر كتيرة بحيس ان المبرمجين يبقى سهل انه ما يستخدموا اللغة بتاعته وفي نفس الوقت بيستخدم الاوامر المتاحة عنده في الهاردوير طبعا ده بيبقى تعقيد زيادة عليه ولكن التعقيد ما بيبقاش زي التعقيد في تصميم الهاردوير نفسه لانا ازود اوامر على الهاردوير نفسه النقطة اللي بعد كده وهي الباصس اللي بتوصل بين الاجزاء وبعضها احنا كان عندنا بحط عليه الداتا بتاعتي في الكمبيوتر ممكن يبقى عندي اكتر من باص في الغالب يبقى عندي تلات باصات اول واحد اللي هو الداتا باص بحط عليه البيانات اللي عايزة نيل من اي جزء للتاني تاني حاجة اللي هي بحط عليه العنوين اللي تتنقل من جزء للتاني زي ما شفنا مثلا لو انا بنقل من اي ار او من انا قلت بموصلهم مباشرة لا انا ممكن دول كلهم يتوصلوا على وكله بيرمي فيه وبيقرأ منه واخر حاجة اللي هي الكنترول باص ده بيبقى باص بحط عليه اشارات اللي طالع من الكنترول يونيت وكل الاجزاء متوصلة عليه اللي انا قلت عمله في الكمبيوتر بتاعي ان الكنترول يونيت كل اشارة متوصلة بالجزء بتاعي انا قلتنا مستخدم بس الداتا باص كتسهيل للموضوع ولكن في الحقيقة ممكن يبقى عمدي اكتر من باص اخر نقطة معنا بخصوص الامبوت او بوت موديل احنا قلنا الفكرة في اي او بوت ديفايس انه بيبقى مربوط بجزء معين من الميموري وبيكتب فيه او يقرأ منه في بقى ممكن يكون الديفايس نفسه له ميموري منفصلة تماما عن الرماد بتاعة الجهاز او الميموري الاساسية بتاعة الجهاز هو الامبوت ديفايس او الامبوت ديفايس ليه ميموري منفصلة تماما طيب زي مثلا كارت الشاشة طيب كارت الشاشة يقولك ده الفيرام بتاعته اصلا اربعة جيجا او تمانية جيجا وكل لما تعلي كل لما كان احسن على حسب بقى الالعاب اللي انت عايز تلعبها والريزوليوشن بتاعها والكلام ده كله ايه الفكرة في الموضوع انت الجهاز بتاعت ممكن يكون الرماد بتاعته تمانية جيجا مثلا والشاشة محتاجة عشان تعرض البيانات محتاجة اتنين جيجا فلو انا الشاشة بتستخدم نفس الميموري بتاعت الجهاز فكده انت معاك اتنين جيجا ضاعة للشاشة فيبقى متفضل ستة جيجا للسي بيو نفسه والاوامر والداتا بتاعته والبرامج اللي انت مشغالها والكلام ده كله قال لك طب انا ليه اعمل كده ما نعمل ميموري منفصلة للشاشة هيها شاشة محتاجة اتنين جيجا فانا حط لها اتنين جيجا منفصلة كده فيبقى معاها الاوامر بتاعته وكارت الشاشة او كارت الشاشة والفيرام بتاعته هي خاصة بالبقنات اللي بتتعرض على الشاشة والسي بيو ملهاش ده بالكلام ده بس طبعا الكلام ده او الاوامر الاول بتيجي من السي بيو للميموري اللي هيها الاساسية بتاعته وعدها تروح من الميموري الى الفيرام بتاعت كارت الشاشة يعني هي الدنيا بتتنيل كده لان اي داتا لازم تيجي من السي بيو فالسي بيو بيتعامل مع الميموري. هو ما يعرفش الفيرام. فبعد كده الفيرام بيقرأ من الميموري بيخزنها عنده وبيعرضها بقى على الشاشة. فالشاشة بتعرض من الفيرام مش من الميموري. وعشان كده لو انت بتلعب العاب بتاعها عالي او الشاشة بتاعتك بتاعها عالي. كل ما بتعلي كل ما تجيب كارت الشاشة الفيرام بتاعته اعلى بيكون احسن. لان اه عدد او المساحة المتاحة عندك كبيرة ان كل ما بتاعها عدد البيكسلز بيزيد. فانت محتاج مساحة اكبر. كل ما يكون عندك مساحة اكبر كل ما يكون احسن وتحس اللعبة سالسة معاك. فدي الفكرة اه في الامبوت اوبو دفايس ان هو يبقى ليه ميموري خاصة بي. ودي كده شوية نقط كده عن الفروقات بين الكمبيوتر اللي احنا عملناه والكمبيوتر في الواقع. يعني حاولنا ان احنا نقرب شوية من الواقع واللي بيحصل على ارض الواقع. وده كده يبقى خلصنا ده من الكورس اللي اتكلمنا فيه عن الكمبيوتر شفنا الاجزاء بتاعت الكمبيوتر وكل جزء شغال ازاي? وازاي الاجزاء دي متوصلة مع بعضها? وطبعا بنينا مع بعض ستاشر بيت كمبيوتر. في الجزء الجاي بازن الله هنتكلم عن ازاي بقى اسهل الدنيا على المبرمجين اكتر. انا مش عايزه يكتب ماشين كود انا عايزه يكتب اللي احنا بنكتبها. هنشوف بقى ازاي الدنيا بتمشي من لحد ماوصل الى اللي انا بكتبها على الميموري بتاعتي والكمبيوتر يبدأ ينفزها.